اشتركوا في القناة ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا اما بعد فقد كنا شرعنا في بيان صفات الله عز وجل الواجبة في حقه سبحانه وتعالى وهي عشرون صفة عند الاشاعرة يقصمونها الى اربعة اقصام فالقسم الاول يسمونه بالصفة النفسية وفيها صفة واحدة هي الوجود والقسم الثاني يسمونه بصفات السلوب او بالصفات السلبية وفيها خمس صفات او فيه خمس صفات القدم والبقاء والغنى المطلق والمخالفة للحوادث والوحدانية ثم القسم الثالث هو صفات المعاني وهي سبع صفات القدرة والارادة والحياة والعلم والسمع والبصر والكلام ثم القسم الرابع والاخير هو الصفات المعنوية وهي يكون الله عز وجل قادرا مريدا حيا عالما سميعا بصيرا متكلما هذه هي الاقصام الاربعة للصفات الواجبة في حقه عز وجل وكنا قد بدأنا وشرعنا في بيانها التداء من القسم الاول وذلك عند قول الناظم رحمه الله تعالى فواجب له الوجود والقدام كذا بقاء لا يشاب بالعدام فواجب له أي مما يجب وجوبا عقليا لربنا عز وجل من الصفات صفة الوجود وقلنا إن صفة الوجود هي صفة عامة الأصل فيها أنها غير الدات فالدات شيء والصفة شيء آخر وليست الصفة هي عين الدات هذا هو الأصل في الصفة ولذلك ورد عن الإمام أبي الحسن الأشعري في هذه الصفة الأولى صفة الوجود والتي يسمونها بالصفة النفسية أي الداتية لأن المراد بالنفس هنا الدات فهي صفة يعني مراد بها ذات الله عز وجل ونفسه العلية فآبو الحسن الأشعري قال في هذه الصفة الوجود عين الموجود الوجود عين الموجود وإذا أخذنا هذه العبارة على ظاهرها دون أن نفسرها بتفسير يخرجها عن ظاهرها دون أن نؤولها فمعنى هذا أنه يعني هذه الصفة التي هي الوجود لا تعني شيئا زائدا على الدات بمعنى أن الوجود هي الدات ومعنى هذا أيضا أن هذه الصفة التي هي الوجود ليست مغايرة لمحلها الذي هو الذات ولذلك إذا أخذنا عبارة الأشعري هذه على ظاهرها فإن تسمية هذه الصفة أو تسمية الوجود بالصفة يكون فيه تجوز في الكلام يكون فيه تجوز في الكلام لأن الصفة من حيثه لا يمكن أن تكون إلا مغايرة للمصف مغايرة للمحل مغايرة للدات لذلك فينبغي أن يكون الوجود شيئا غير ذات الإله عز وجل لحتى تكون صفة له فهؤلاء قالوا إذا حملنا كلام أبي الحسن الأشعري على ظاهره فمعنى هذا أن تسمية الوجود صفة فيه تجوز وفيه تسامح أي توسع في الكلام لكن هناك طائفة أخرى من الأشاعرات قالوا يمكن أن نفسر كلام أبي الحسن الأشعري عندما قال الوجود عين الموجود بأن الوجود من حيثه هو صفة لأنه يدل على شيء زائد على الدات يدل على شيء مغاير للدات ولكن هذه المغايرة ليس لها وجود في الخارج يعني هذا الوجود هو شيء مغاير للدات ليس هو عين الدات بل هو غير الدات لكن هذه الغيرية أيضا ليست منفصلة ليست غيرية لها وجود في الخارج فلذلك توسط هذا التفسير لقولة أبي الحسن الأشعري بين من قال بأن الوجود عين الموجود ومن قال بأن الوجود غير الموجود كما هو مذهب الإمام الرازي رحمه الله تعالى الذي قال بثبوت الحال لأن اعتبار الإمام الرازي أن الوجود غير أن الوجود غير يعني الموجود هذا بناه على قوله بثبوت الحال والحال معناه يعني واسطة بين الوجود والعدام لأن الصفة إما أن تكون موجودة وإما أن تكون معدومة وإما أن تكون واسطة بينهما عند من يقول بالحال والواسطة بين الموجود والعدام يسمونه الحال فيثبتون الحال ولكن المحققين من الأشاعرة نفوا الحال حتى قالوا القولة المشهورة قالوا لا حال والحال محال أو الحال من المحال نفوا الحال لأن إما أن تكون الصفة موجودة أو غير موجودة نعم قد تكون اعتبارية يعني باعتبار كذا وباعتبار كذا أما أن تكون لا موجودة ولا غير موجودة أن تكون واسطة بين الوجود والعدام فهذا أنكره المحققون من الأشاعرة ولذلك أول كلام أبي الحسن الأشعري بأن الوجود يعني شيء أو وصف مغاير للذات مغايرة غير منفصلة يعني لا ترى في الخارج فبناء على ذلك يصح أن نقول الله موجود الله تعالى موجود وإذن فقد وصفناه بالوجود هذه هي الصفة الأولى التي هي صفة نفسية تتعلق بنفسه عز وجل وبذاته العلية سبحانه وتعالى ثم القسم الثاني من صفاته الواجبة في حقه سبحانه وتعالى هي الصفات السلبية وسميت كذلك كما ذكرنا لأنها بمعانيها ومداليلها تنفي عن الله عز وجل كل نقص كل نقص لا يليق به سبحانه وتعالى لأن ربنا جل وعز لا يليق به إلا الكمالات المطلقة ولا يليق به شيء من النقائص أبدا الذي يليق به النقائص إنما هو المخلوق وأما الله تعالى فيجب أن يوصف بما يليق بمقامه العلي ومقامه يقتضي عدم الوصف بالنقائص وعدم وصفه بما هو من شوائب البشر ومن مما يلحق البشر أو مما يلحق الخلق عموما فهذه إذن الصفات السلبية سميتها كذلك لهذا المعنى ولو تأملنا في الصفات السلبية أيضا لوجدنا أنها كالوجود أيضا ما من صفة إلا ويعني ليست بالمعنى الدقيق شيئا زائد على الدات ولا شيئا له وجود في الخارج حينما نقول مثلا الله تعالى قديم حينما نصفه بالقدم فيعني القدم هذا ليس شيئا يرى منفصلا عن الدات ليس شيئا موجودا خارج الدات يعني بعبارة أخرى الصفات التي يعني يمكن أن نقول فيها إنها مغايرة للدات مغايرة تامة منفصلة لها وجود في الخارج هي صفة المعاني هي صفة المعاني واحتهد حينما نقول إن لها وجود الخارج الدات وإنها مغايرة للدات ومنفصلة في وجودها عن الدات هذا كله إنما هو من قبيل التقريب من قبيل التقريب ليس معنا هذا مثلا أن القدرة شيء غير الله وأن الله تعالى شيء يعني تغايره هذه القدرة مغايرة يعني تخرج عن داته لا لا شهد والمقصود غير تصور فقط هذه المغايرة إنما هي في التصور في التخيل لأننا لا نملك غير هذا لسا عندنا غير اللغة العربية وحتى لو ذهبنا للغة أخرى غير العربية فهي أديق من اللغة العربية لأن اللغة العربية فيها حقيقة وفيها مجاز وفيها توسع وفيها تسامح وفيها وفيها لذلك لا يمكن أن نتحدث عن صفات الله عز وجل إلا باللغة التي نفهمها وإذا تحدثنا عن صفاته تعالى باللغة التي نعرفها فلابد من يعني أن نتحدث بما نتحدث به عن المخلوقات فلابد من أن نفعل مثل ذلك لأجل أن نتصور لا أقل ولا أكثر فحينما نقول هناك مغايرة بين الصفة وبين الذات وأن الصفة ليست عين الذات إنما ذلك في التصور فقط تصورا وتخيلا إذن الصفات السلبية كلها يعني تشبه الصفة الأولى النفسية من جهات أنها لو تأملتها وذققت وأمعنت النظر فيها لوجدت أنها أيضا عين الموصف فحينما عين الدات فحينما نقول بأن الله تعالى قديم فالقدم وكذلك البقاء وأنه واحد عز وجل كل هذه الصفات هي صفات نقول إنها مغايرة الدات ولكن لست هذه المغايرة مغايرة تامة يعني لها أثر يرى في الخارج وما إلى ذلك إذن الصفة الأولى من القسم الثاني الذي هو صفات السلوب أو الصفات السلبية هو القذام ومعناه أن الله عز وجل غير مسبوق بعدم ليس مسبوقا بعدم إذا ذهبت لتبحث عن أوليته فلن تجد له أولية فلذلك هذا هو معنى القذام ويقابله البقاء وهو ضد الفناء فالبقاء معناه أنه غير ملحق بعدم وإذن فلا يسبق ربنا عز وجل عدم ولا يلحقه عدم هذا معنى القذام والبقاء لأنه لو كان مسبوقا بعدم لكان حادثا لكان حادثا ولو كان حادثا لحتاج إلى محدث إذن بعد ذلك سننتهي إلى الدور أو إلى التسلسل وكذلك البقاء لو كان غير باق لو كان فانيا لو كان ملحقا بعدم لو كان اتهايته إلى عدام لكان حادثا ولو كان حادثا لحتاج إلى محدث فنقع في التسلسل أو في الدور في الدور أي أنه أحدثه غيره وهو أحدث ذلك الغير هذا هو الدور أو التسلسل أنه أحدثه غيره وغيره أحدثه غيره إلى ما لا نهاية هذا هو التسلسل وكل من الدور والتسلسل باطل إذن هذا القدم والبقاء فواجب له الوجود والقدام كذا بقاء لا يشاب بالعدم وهو الذي لا آخرية له البقاء الذي لا يشاب بالعدم هو الذي لا يخالطه عدم لا يرحقه عدم ومعنى هذا أنه عز وجل باق دون نهاية دون حد لهذا البقاء وأنه لما ينال العدم مخالف هذه الصفة الأخرى من صفات السلوب وهي مخالفته عز وجل للحوادث بمعنى أن الأمور المحدثة التي لها أول وآخر كانت معدومة فوجدت ثم ستعدم هذه هي الحوادث وكل حادث له محدث فإذن الله عز وجل لا يشبه أحدا من المحدثات لا يشبه أحدا من الحوادث التي لها محدث وصانع وموجد الله سبحانه وتعالى هو الموجد للمحدثات ولما كان هو الموجد لها فإنه لا يشبهها لا يمكن أن يشبهها لأنه لو أشبهها لكان واحدا منها ولو كان واحدا منها لحتاجه إلى من يحدثه وإلى من يوجده وإذلك قال وأنه لما ينال العدم مخالف أي كل ما يناله العدم ويلحقه العدم فيجعله معدوما فربنا مخالف له وكل ما يناله وأنه لما ينال العدم مخالف برهان هذا القدم برهان أنه سبحانه وتعالى مخالف للحوادث هو كونه قديما فنحن قلنا إن من صفاته عز وجل أنه قديم أي لا يلحقه العدم فلو لاحقه العدم لكان حادثا ونحن قلنا إنه لا يلحقه العدم إذن فهو مخالف أيضا للحوادث ثم الصفة الخامسة من صفات السلوب والسادسة بالترتيب العام هي قيامه بالنفس قيامه بنفسه سبحانه وتعالى قيام بالذات وهو ما يسميه أيضا علماء التوحيد بالغنى المطلق ومعناه أن الله عز وجل لا يحتاج إلى شيء لا يحتاج إلى يعني مخصص ولا يحتاج إلى معين إذا أراد أن يفعل شيئا وإذا أراد أن يحدث شيئا ويوجده فلا يحتاج إلى غيره ثم هو غير محتاج في ذاته إلى محل ذاته عز وجل قائمة بنفسها لا تحتاج إلى محل لأن جميع المخلوقات وجميع الموجودات وجميع الحوادث مما سوى الله كل منها محتاج إلى محل محتاج إلى محل فكل جسم يحتاج إلى حيز يشغله وإلى فضاء يشغله وكل صفة تحتاج إلى محل تقوم به وليس ربنا مثل ذلك في شيء أبدا فهو قائم بنفسه لا يحتاج إلى محل لأنه لو احتاج إلى محل لا لازم أن يكون كالمحدثات التي تحتاج إلى محل ومنها الصفات فالصفة من حيث تحتاج إلى محل تحتاج إلى أن تقوم بمحل هي لا تقوم بنفسها نتحدث عن الصفات في المخلوقات أي صفة من صفات المخلوقات لو تأملتها لوجدت أنها لا يتصور وجودها من غير محلها ومصوفها لا يستقيم في العقل وجود صفة من غير أن يكون لها محل لا يستقيم في العقل أن نصف شيئا بالطول من غير أن يستقر في أذهاننا ذلك الشيء المصوف بالطول فلا يمكن للطول أن يستقر من غير شيء يوصف به وهكذا سائر الصفات فإذن الله عز وجل غني بذاته قائم بنفسه فلو أنه لم يكن كذلك لكان كالصفة والصفة تحتاج إلى محل تقوم به ولقد قلنا من قبله إن الله عز وجل موصوف بهذه الصفات العلية بالصفات النفسية وصفات السلوب وبالقدرة والإرادة وما إلى ذلك فلنأخذ صفات المعاني نحن قلنا بأن الله عز وجل موصوف بها موصوف بها فلو كان صفة فالصفة لا توصف بالصفة لا يستقر في العقل ولا يستقيم فيه أن الصفة توصف بصفة ولذلك فالله تعالى موصوف بالقدرة والإرادة والعلم والحياة والاستمع والبطر والكلام فلا يعقل إذن أن يكون هو صفة لا يمكن للشيء الواحد أن يكون موصوفا وصفة محلا وما يقوم بذلك المحل فثبت إذن أن الله عز وجل قائم بذاته لا يحتاج إلى محل ولا يحتاج إلى غيره مما يعينه في شيء أبدا لا إلى يعني محل ولا إلى مخصص ولا إلى غير ذلك أبدا مما يحتاج إليه المحدث المخلوق الموجود وقلنا وقيامه بالنفس إذن هذه هي الصفة يعني الرابعة من صفات السلوب وهي القيام بالنفس أنه قائم بنفسه غير مفتقر إلى غيره إذ لو افتقر إلى غيره لكان مثله فالمفتقر محدث لأنه مفتقر إلى من هو أغنى منه ومن هو أقوى منه قيامه بالنفس وحدانية هذه الصفة الخامسة من صفات السلوب والسادسة في الترتيب العام الوحدانية ومعنى ذلك أنه عز وجل واحد في ذاته وصفاته وأفعاله واحد في ذاته واحد في صفاته واحد في أفعاله أما وحدته عز وجل في ذاته فهي وحدة من جهة أنه عز وجل غير مركب ليست له أجزاء ليست له أجزاء وهذه وحدة متصلة هذا يعني ما نعبر عنه بالكم المتصل الكم المتصل يعني أن الله عز وجل منفي عنه الكم والعدد المتصل أي بذاته ومعنى ذلك أنه سبحانه وتعالى ليس ذاتا مركبة من أجزاء لأن الذات المركبة من أجزاء ليست واحدة لا توصف بالوحدة التي نتحدث عنها لا يقال لصاحبها واحد ولا يوصف بالوحدانية إذن هذا هذه الجهة الأولى من وحدة الذات فهذه الوحدة من هذه الجهة معناها أنه منزه عن أن تكون ذاته مركبة من أجزاء الجهة الثانية لوحدات الذات هو ما نسميه بالكم المنفصل أي ليس عز وجل متعددا في ذاته ليست له يعني ذات أخرى تشبهه أو تشاركه بمعنى ليس هناك إله آخر فإذن هذه هي الوحدانية في الذات لها جهتان جهة الأولى الوحدة المتصلة بالذات التي تنفي عنه عز وجل أن يكون مركبا من أجزاء في ذاته أن تكون ذاته مكونة من أجزاء والوحدة الثانية من الجهة الثانية أو الوحدة من جهتها الثانية أنه غير متصف بالتعدد الذات أي ليست ذاته متعددة ليست هناك ذات ثانية وثالثة ورابعة لذاته عز وجل فالوحدة الأولى يسمونها انتفاء الكم المتصل العزاء الوحدة الثانية يسمونها انتفاء الكم المنفصل فالكم المنفصل معناه أن هناك ذات أخرى غير ذاته أن هناك ذوات أخرى غير ذاته هذا غير موجود نهائي وغير متصور لو كان فيهما آلهة إلا الله لا فاسادتا ونحن نرى أنهما أي السماء والأرض غير فاسدتين إذن لسهناك إله غير الله إذن هذا من جهة وحدة الذات أما الوحدة في الصفات فأيضا هي انتفاء التعدد المتصل والمنفصل أما التعدد المتصل فمعناه أنك لو أخذت أي صفة من صفاته عز وجل فلا تعدد فيها فالقدرة مثلا عندما نصف ربنا عز وجل بالقدرة فاله قدرة واحدة هي التي نتحدث عنها هي القدرة الإلهية هي التي يخلق بها هي التي يفعل بها ما يشاء وهي المتعلقة بجميع الممكنات هذه هي الجهة الأولى لوحدة الصفات يعني أن صفة الله عز وجل لا يعني أجزاء لها لا تعدد لها لا نقول إن لله قدرتين ولا نقول إن لله ثلاث قدرات أو أربع قدرات أو عددا من القدرات هذا لا فهو واحد في صفاته كل صفة من صفاته هو فيها واحد ولا تتعدد هذه الصفة أبدا هذا الكم المتصل في الصفات أما الكم المنفصل في الصفات فهو تعدد الصفات التي له فنحن مثلا حينما نصفه بالقدرة أن يكون هناك غيره قادرا مثله أن يكون له شبيه في القدرة فحتى هذا من في وهذا هو الكم المنفصل أي التعدد المنفصل أي الذي هو يعني لا يتعلق بالصفة التي نتحدث عنها تحدث عن القدرة يعني هناك من له نفس هذه القدرة هناك آلهتان لها نفس القدرة آلهة لها نفس القدرة هذا من في هذا هو التعدد المنفصل لأن التعدد المتصل هو القدرة التي نتحدث عنها مثلا وغيرها من صفات ليست متعددة له قدرة واحدة هو فيها واحد وحدانية القدرة وحدانية الإرادة وحدانية العلم وهكذا فلا هي الصفة متعددة ولا الموصوف بها متعدد أو ليست هناك صفة أخرى غير صفة الله تعالى تزاحمها وتعارضها أبدا فإذا هذا منسبة للدات والصفات أما الأفعال فمعنى وحدة الله تعالى في الأفعال أي يعني فعله واحد ولا يوجد فعل يشبه فعله فهو سبحانه وتعالى واحد في أفعاله لا يوجد من يفعل مثل فعله لا يوجد من يفعل فعلا مثل فعله فإذا لا تعدد في فعله أي لا يوجد خارج فعله فعل يشبه ما يفعله هو سبحانه وتعالى فهذا على كل حال كم آخر خامس كل هذه الكوموم كما يعني جمعها علماء التوحيد يقولون الكوموم الخمسة الكوموم الخمسة هي الكم المتصل والمنفصل في الدات والكم المتصل والمنفصل في الصفات والكم في الأفعال هذا على كل حال بغد النظر عن كونه متصلا أو منفصلا لأن الفعل لا يصف بذلك فلا تعدد في هذه الكوموم أبدا فهو واحد في ذاته لا من حيث هذه الدات في نفسها ولا من حيث ما هو خارج عنها وهو كذلك واحد في صفاته وواحد في أفعاله عز وجل فهذا معنى الوحدانية أي أنه عز وجل واحد في ذاته من الجهتين من جهة الاتصال والانفصال وواحد في صفاته اتصالا وانفصالا وواحد في أفعاله فهذا معنى قولنا وحدانية من الناحية العقلية وكما قرره علماء التوحيد قيامه بالنفس وحدانية طبعا هذا من سبيل العقل وإلا فإن القرآن الكريم مليء بالآيات الدالة على هذه الصفات وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إلى آخر الآيات قل هو الله أحد فالآيات الدالة على وحدانيته وعلى غيرها من الصفات الأخرى هذه موجودة بكثرة ولكن علماء التوحيد إنما يعني يتحدثون ويقررون هذه الصفات بالأدلة العقلية والحجج العقلية الصاطعة القاطعة إفحاما لمن لا يؤمن بالنقل ولا يؤمن إلا بالخطاب العقلاني فلهؤلاء تعرض هذه الحجج وتنصب قيامه بالنفس وحدانية منزها أوصافه سانية منزها هذا حال هذا حال أي حالة كونه عز وجل وهو موصف بهذه الصفات منزها وعما هو منزه سيأتي عما هو منزه فإذا أولا ذكر لنا هذه الحال التي تدل على تعظيم ربنا عز وجل وعلى تقديره حق قدره وعلى إجلاله وإكباره لنستشعر عظمته في قلوبنا منزها يعني مقدسا معظما منزها أوصافه سانية أي سانية وسانية من السناء اسمه فاعل من السناء من السناء بالقصر عفوا من السناء بالقصر والسناء بالقصر هو الضياء هو الضياء والرفع والسمو ولذلك هذه الجملة هذه حال ثانية حال بعد حال إذ يجوز أن يوتى بحالين أو أكثر أن يوتى بصاحب الحال ثم يوتى يعني بالحال وثانية وثالثة وهكذا جاء زيد ضاحكا وهو يكتب إذن ضاحكا حال وهو يكتب جملة حالية أخرى منزها أو صافه ثانية إذا اعتبرنا هذه الجملة الحالية إذا اعتبرناها حالا بعد حال فالأمر واضح ولكن يجوز أن نعتبرها حالا من منزة من كلمة منزها وفي هذه الحال تسمى الحال حينئذ حالا داخلة أو متداخلة يعني تأتي بالحال ثم تدخل فيها حالا أخرى المهم أن المعنى أن الله عز وجل له تجب له هذه الصفات المذكورة حالة كونه عز وجل منزها عن أي شيء قال عن ضد أو شبه شريك مطلقا إذن منزها عن ضد لأن كلمة عن هذا حرف ولا بد له من أن يكون يعني له متعلق لأن حروف الجر هي حروف المعاني هي من حروف المعاني ولا يمكن للحرف من حروف المعاني أن يعطي معنا إلا إذا كان ملتصقا بغيره والتصاق بغيره طبعا من لوازمه التعلق لذلك فحرف الجر لا يعطيك المعنى إلا إذا علقته بما يصلح أن يتعلق به ولذلك قال الناظم وكل حروف وكل حروف الجر بالفعل علقت أو اسم كشبه الفعل حيث تنزل كل حروف الجر بالفعل علقت يعني أن الحرف الأصل فيه إذا كان حرفا من حروف المعاني وبالضبط من حروف الجر لا بد أن يتعلق بالفعل أو بما يقوم مقام الفعل وهو المشتقق من الأسماء اسم الفاعل اسم الفعل صفة المشبهة إلى آخره وكل حروف الجر بالفعل علقت أو اسم كشبه الفعل حيث تنزل إما أن تتعلق حروف الجر بالأفعال وهذا هو الأصل أو أن تتعلق بالأسماء الشبيهة بالأفعال وهي الأسماء المشتقة وهي أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهة باسم الفاعل واسم التفضيل وصيغ المبالغة وهكذا هذه كلها مشتقات فلابد أن تتعلق بما يتعلق بما يتعلق لا بدني الحرف أن يتعلق بها أو بالفعل لذلك هنا منزها اسمه يعني هو حال ولكن بنيته صيغته اسمه مفعول منزه نزهته أنزهه فأنا منزه وهو منزه إذن فهذا مشتق اسم مشتق يشبه الفعل في كونه اسمه مفعول لذلك لا بد أن يتعلق به الحرف فالحرف هنا وهو عن متعلق بمنزه بكلمة منزه لذلك قال عن ضد أي منزه عن الضدية والضدان هم الشيئان اللذان لا يجتمعان لا يجتمعان ولكن قد يرتفعان يجتمعان لا يجتمعان نعم ولكن قد يرتفعان مثلا يعني البياض والسواد لا يمكن للشيء الواحد أن يكون أبيض أسود في نفس الوقت فالبياض والسواد لا يجتمعان في محل واحد لأنهما ضدان ولكن قد يكون الشيء لا أبيض ولا أسود فيرتفعان هذا هو الضدان فهما صفتان أو كل من الضدين صفة ثبوتية وجودية بينما النقيضان هو عبارة عن شيء مثبت وهو أيضا من فيه فهذا لا يجتمعان أيضا لا يجتمعان النقيضان لا يجتمعان ولا يرصفعان لا يمكن للجسم الواحد أن نصفه بأنه يعني فاعل كذا وغير فاعل في نفس الوقت لا يمكن أن نصف زيدان بأنه قائم غير قائم في نفس الوقت في نفس اللحظات قائم غير قائم فإذن لا يمكن أن نجمع بين الشيء ونقيضه أي بين الشيء مثبتا وبينه منفيا في نفس الوقت في نفس الوقت فلا يجتمعان ولا يرتفعان أيضا لأن زيدان لا إما أن يكون قائما أو غير قائما فهذا الفرق بين الضدين وبين النقيضين لذلك قال منزها عن ضد أي لا ضد له ليس لله عز وجل لا ضد إذ لو كان له ضد لو كان له ضد إذن إذا كانت هذه الضدية مستمرة فسيعلو ذلك الضد عليه في وقت من الأوقات سيعلو عليه فتزول يعني صفته الإلهية وهذا غير ممكن أبدا ولا هو مشاهد ولا هو يعني معقول لذلك فلا ضد له لأنه لو كان الله الضد تبين لو كان لله ضد فنحن قلنا إن الضدين لا يجتمعان لا يجتمعان إما هذا وإما هذا فإذا كان هناك ضد لله عز وجل فلا يخلو إما أن ينتفي الضد وإما أن ينتفي ربنا عز وجل تعالى عن ذلك علو كبير فربنا ما زال إذا ليس له ضد ليس له ضد عن ضد أو شبه الشبه هو الذي في المعنى الاستلاحي عند العلماء إذا أردنا التدقيق نقول هذا شبيه بهذا أو شبيهه هو الذي يشبهه في جل الوجوه في معظم وجوهه ولا يخالفه إلا في بعض الوجوه فإن شابهه في كل الوجوه بدون استثناء فهو مثيل أو مثل كما قلنا أنه شبيه وشبه نقول مثيل ومثل فإن شابهه في بعض الوجوه لا في جلها فهو نظير إذا فعندنا النظير والشبيه هو المثيل النظير هو ما يشبه غيره في بعض الوجوه الشبيه ما يشبه غيره في جل الوجوه المثيل أو المثل ما يشبه غيره في كل الوجوه فربنا عز وجل منزه عن ذلك كله منزه عن الشبيه والمثيل وعن النظير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير عن ضد أو شبه شريك أي وعن شريك أيضا فهذا معطوفة على ما قبلها هذا شريك معطوفة على ما قبلها بحذف حرف العطفي شريك أي أن يكون هناك من هو إله معه سبحانه وتعالى فهو منزه عن ذلك منزه عن أن يكون معه إله آخر يساعده أو كذا أو كذا إن الله تعالى قال لو كان فيهما آلهة إلا الله لا فسدت والآية الأخرى ولعلى بعضهم على بعض يعني لو كان هناك يعني آلهة متنازعة على الألوهية لعلى بعضهم على بعض لن تسر حينئذ قوي ولكان هو المستحق بأن يكون إلها عن ضد وشبه شريك مطلقا هذه الضدية والشبهية والشريكية مطلقة في الذات والصفات والأفعال فلا ضد له في ذاته وصفاته وأفعاله ولا شريك له في ذلك ولا شبه له في ذلك فنكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى وإلى حلقة قادمة بإذن الله والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة